اليوم هو الـ 21 من أكتوبر ويصادف الذكرى الثامنة والخمسين لأول انتفاضة شعبية حدثت في تاريخ السودان وأسقطت بموجبها حكم الفريق إبراهيم عبود بعد ست سنوات من انقلابه على الحكومة المدنية أي تحديدا في أكتوبر عام 1964 وأجبرته على تقديم استقالته بعد ثلاثة أسابيع فقط من انطلاقها ليتسلم السلطة المدنيون فيما يعود الجيش إلى ثقناته انطلاقا من هذا التاريخ خرجت اليوم تنسقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم رافعة شعار لا للتسوية ما يعني رفضها للمفاوضات المباشرة بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير في المجلس المركزي للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة السياسية في البلاد تأتي هذه التطورات مع تأكيد المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير عدم توقيعه لأي اتفاق تسوية مع المكوين العسكري وقالت الحرية والتغيير في بيان إن هناك أنباء تفيد بتوصلنا لمسودة اتفاق مشترك بيننا وبين المكوين العسكري فضلا عن أنباء تشير لقرب التوقيع على اتفاق مشترك في أي لحظة اعتبارا من اليوم الجمعة وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير عدم إعدادها أو مشاركتها أو حتى اطلاعها على أي اتفاق مشترك وجدد التمسك بتحقيق تطلعات الشعب السوداني في إنهاء وهزيمة ما وصفته بالانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي وتأسيس مؤسسات حكم دستورية مدنية بالمقابل دعا مكتب المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا سلطات السودانية إلى عدم استخدام القوة والعنف في المظاهرات المزمعة الثلاثاء المقبل وذلك في ذكرى الأولى لإجراءات اتخذها الجيش شملت إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك ودعا مكتب المفاوض السامي السلطات إلى ضمان أن يتمكن السودانيون من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكانت السفر الأمريكية في الخرطوم قد دعت قوات الأمن السودانية إلى عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أيضا